موسيقى مشهلك انا في كل مكان برحب بيكو في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقة برنامج عيادة التواصل حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع انا شايف انه من اكثر الموضوع اهمية اللي ممكن نتكلم عنها في الفترة دي وخاصة في ظل تزايد المشكلات وتزايد حالات الوفاء في الفترة الاخيرة بسبب امراض القلب دايما نقول انه الجسم الانسان هو زكي جدا لدرجة انه لما بيحس باي اعرض لاي قلم بيديك مؤشرات انظار كده ترمومتر بيقولك انت في مشكلة احيانا بنتجاهل المشكلة فبتزيد وتتفاقم الى ان يصل بنا الحال الى مشكلات اكبر ومشكلات اكثر صعوبة حتى في العلاج لكن في بعض الاحيان باخد بالي من المؤشرات طب عشان انا اخد بالي من المؤشرات محتاج حاجة مهمة جدا ايه هي بقى المعرفة او الوعي لازم ابقى عارف ايه هي المؤشرات اللي لما تجيه لك شخص عادي جدا مش شرط يكون مريض قلب اعرف ان دي مؤشرات اولية بتقول ان انا لازم اروح اتابع مع دكتور القلب عشان اتطمن على قلبي زي ما انتوا عارفين انه القلب ده هو العقل المدبر للجسم وهو اللي بيحبركك هو اللي بيخليك تبقى صحتك كويسة تبقى صحتك وحشة في كل حاجة في حياتك عشان كده الحلقة دي هندي اهتمام اكبر لإيه هي المؤشرات الاولية اللي انت تقدر تعرف من خلالها هل انت ممكن يبقى عندك مشكلة في القلب ولا لأ لكن قبل ما نبدأ حلقتنا خلوني اراحة بضيف لبنورة النهاردة الدكتور حسام دي مصطفى استشاري جراحات القلب دكتور حسام اهلا بيك اهلا وسهلا منورة شكنات صحة جمعك اهلا وسهلا خلينا في بداية دكتور حسام اسألك السؤال لنا دايما بسأله مع نفسي وبكرره كده ايه اسبات زيادة الاصابة بامراض القلب تمام هو فعلا في السنوات الاخيرة حصل زيادة ملحوظة ومضطرضة في اعداد المرضى المصابين بامراض القلب وامراض القلب في البداية لشان نبقى الناس وعيا معنا بنقسمها لكاتيجوريز درجات يعني امراض الصمامات القلب فيه اربع صمامات امراض الصمامات سواء الديء او الارتجاع ميه نوطلو اوليين ايه ده قسمة من امراض القلب فيه بعد كده امراض الشرين التاجية وации من اشهر الامراض امراض الشرين التاجية القصور في الشرين التاجية يعني ايه قصور في الشراين التاجية يعني الشريان التاجي اللي بيوصل الدم للقلب حصل فيه ديء جزء ايه او انسداد كامل بجلطة او بالكوليستيرول كويس في امراض العضلة عضلة القلب نفسها عضلة القلب نفسها اه لان برضو عشان نفسص من الناحية الفيسيولوجية القلب عضلة جواه صمامات وحواليه شراين كويس خدنا الصمامات امراض الصمامات خدنا امراض الشراين كويس العضلة نفسها اه البيض اللي بر ايوه كويس في بعض الامراض بتأثر على العضلة بتخلي كفاءة عضلة القلب تقل 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 دي برضو قسم خاص بامراض عضلة القلب كويس فسواء على اي مستوى من الثلاثة اللي احنا ذكرناهم اصبح في زيادة في المرضى المصابين بامراض القلب هل دا ليكتور حسامي ليه عوامل خاصة بالبيئة؟ ليه عوامل خاصة بالغزاء؟ ليه عوامل خاصة بالحالة النفسية مثلا؟ كل دا كل دا كل دا كل دا كويس الاكل اولا انتشار العادات الغذائية السيئة اه بتناول الاكلات السريعة بتناول الاكلات اللي بتحتوي على دهون مشبعة وزيوت كتير اه 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 بالتناول الاكل الصحي المحمل كتير اه اللي مليان زيوت ومليان سمنة اه عدم ممارسة الرياضة يعني فيه مرض دلوقتي مش عايز اقول مرض اكتر من عرض اه اسمه الحياة الكسولة وده ما انتشر اه الان في العالم كالوود الوقت اه الشخص كل ما انتشرت التكنولوجيا كل ما زاد كسى للناس فى احيان انتكون التكنولوجيا في خدمة البشر واخيان انتكون نقمة علي البشر مفيش معنا ان انا استعمل التكنولوجي هه بس رياضتي وحركتي فين هه انما من السرير للعربية للسرير اه دايرة مغلقة بشتري من على الانترنت بطلب من على الانترنت بتتسوق180 ممكن اكون بيستغل كمان عبر الانترنت هنزل اروح اي مشوار بالعربية فانا فين حركتي الجسم ده ليه حركة لازم الحركة عشان الجسم يفضل بصحته الحركة والرياضة تبقى حاجة اساسية زي الاكل وزي الشرب فعندنا قلة حركة تقريبا الناس حركتها قلت اوي 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 لذلك بيجي لف الايادة من الشكاوي بيبقى شاب تلاتينات اربعنات يقول لي انا لو مشيت من هنا الاول الشارع اللي هي مسافة تقدر بمية وخمسين متر احس بنهجان نعمل له فحوصات طبية جسديا سليم لكن النهجان ده ايه انعدام لياقة انعدام لياقة ما هوش قادر يمشي مبطل بدر بدر فخلاص حصل فيما يشبه التيبس في العضلات والمفاصل هو مش تيبس مرضي ولكن انا بقول فيما يشبه خلاص عندك حاجة مش بتشغلها بقى لك سنين ركنتها شوي فلما تيجي تحركها فترة هتيجي تشغلها او تستعملها هتلاقي فيها ايه اضرار ميكانيكية او اضرار فقالات الجر نفس الفكرة القلب لما تريحه او الجسم لما تريحه ترجع تشغله تاني محتاج اعادة تأهيل وتدريب وتطوير عشان يبدأ ان هو يشتغل نكمل برضو في الاسباب اللي هي قدت الى انتشار امراض القلب انتشار التدخين بكسافة على مستوى السيدات والرجالة ده من الاسباب المهمة شرب الحاجات الممنوعة زي الخمور وزي ما شابه كل الحاجات دي بيتدمر الصحة عموما والقلب خطوصا في حاجة مهمة يعني ده الكلام اللي قلناه تقريبا اعتقد الناس كتير عارفين اه عارفها لكن من ضمن الاسباب ما ادرش اقول خفية ولكن الناس ما بتاخدش بالها منها وهي قلة الوعي قلة الوعي يعني ما معناه يعني خليني معاك كده على الخط ايه علاقة موقول ده قلة وعي ايه قلة الوعي التانية اللي ممكن تسبب بك بس الاشفاد ده قلة وعي معروف اه يعني الناس عارفة وعندها قلة وعي بيت اعرف انه هو التدخين خطر صحة ولا لأ لكن ايه قلة الوعي الخفي اللي الناس ما بتاخدش بالها منه عدم الانتباه للاشارات اللي بيبعتها قلبك في حالة ظهور اعراض او امراض في القلب عشان تلحقه كيس يعني انت يا دكتور حسام يعني انت يا دكتور حسام متفق معايا في اللي انا قلت في بداية الحلقة طبعا طبعا انه القلب والجسمة اسكية جدا لدرجة انه بينبهك بس انت احيانا ما بتسمعش وما بتاخدش وما بتحسش بالتنبيه اللي جاي لك هترى ايه بقى الاشارات الاولية او التنبيهات الاولية اللي من خلالها اقدر اقول اذا انا قلبي بيقول لي انت فيك مشكلة ايه هي بقى الاشارات دي تمام الاشارات اللي بيبعتها للقلب في حالة انه ظهر اصابات مبكرة عشان تلحقها كتير هنتكلم عليها بس في الاول هنقول الاشخاص المعرضين للرسايل دي فيه اشخاص معرضين لرنة الجرس دي اكتر من بقية الاشخاص دول هنبدأ بيهم نبتدي اول حاجة بالعامل الوراثي العامل الوراثي الجيناتك العامل الوراثي لازم لو الشخص في اقاربه في العيلة بالذات اقارب الدرجة الاولى حصل انه هو سواء من الابة او الام من الابة او الام حصل حد فيهم جاله اصابة بامراض القلب لازم تكير خلي بالك دي اول حاجة العامل الوراثي الوراثي الامراض المزمنة الضغط السكر امراض الكبد امراض الكلى الناس دول بنقول لهم خلوا بالكم من الجرس لما يضرب بعد كده ايه هي بقى الاشارات دول كده الناس دول الكمن او دول الناس اللي عندهم مشاكل اصلا سواء وراسية او مشاكل في امراض المزمنة دي الضغط والسكر وامراض الكبد او امراض الكلى في ايه ناس غالبا لازم يفحصوا قلبهم باستمرار لانهم اكثر عرضة عن الناس الاخرين لا اللي قلناهم دول برضو فيه ناس بتبقى مش معندهاش الوعي الكاف انها تنفذ كمان كمان اه مع الكلام اللي احنا بنقوله ده ايه طب انا هسألك سؤالة دكتور حسين فضل انا دلوقتي عندي السكر وفي مريض دلوقتي بيتفرج علينا عنده السكر يقول لك انا ايه علاقة السكر بمشكلة القلب انا زابط سكري والدنيا جميلة علاقة السكر بالقلب عضلة القلب ايه اللي بيغزيها ويديها الاكسوجين بتاعها الشرايين التاجية الشرايين التاجية دي تصنف كاوعية دموية السكر من ضمن المشكلات العويصة اللي بيعملها بالذات على مر السنين ان هو بيعمل اصابة في الاوعية الدموية يأما اصابة في الجدران بتاعت الاوعية الدموية يأما بيسهل ترسيب الكوليستيرول داخل اوعية الشرايين ومن ضمنها طبعا الشرايين التاجية فاشهر الناس او اكتر الناس اللي بيبقى عندهم سكر الاصابة بمرض القلب بيبقى ايه عن طريق الشرايين اللي احنا بنصنف قلناها بيحصل ديء في الشوريان التاجي وبالتالي بيبقى معرضين للاصابة بألام الزبحة الصدرية والجلطاء ده علاقة بسيطة بين مرض السكر ومرض القلب انا دلوقتي شخص عندي برد من الامراض اللي احنا قلنا عليها في الحلقة وسمعتها دلوقتي عاوز اعرف امتى او كل فترة قد ايه المفروض اروح اعمل تشيك ابي على قلبي ولما شوفنا تكتو اقول انا كده كويس يبقى بقى دلوقتي نتكلم في الجرس اللي بيضربه القلب الدلالات المبكرة للاصابة بامراض القلب هنقول اشهرها عشان هي كتير كام اشهر الاسباب ممكن تبقى كام سباب اول من اشهر الاسباب النهجان والنهجان ده مصر كلها بتنهج دكتور حسين او الله احنا بنتكلم عن مصر كلها بتنهج فانا عايزين نعرف احنا هنقول اهو نهجان نهجان عن نهجان بقى هنفسره اول حاجة النهجان لو الشخص مسلا ساكن في الدور التالت وطول عمره او فترة من الزمن متعود يطلع الدور التالت عادي مرتاح وبعدين وهو بيطلع حسي بنهجان او شخص متعود انهو يمشي من بيته لمحطة الاوتوبيس ايا كانت المسافة دي وبيمشيها طول عمره بينزل شغله ويجي من شغله عادي لكن فجأة هو بيمشي المسافة اللي هو متعود عليها دي حسي بنهجان فده بيسموه النهجان مع المجهود اللي الشخص متعود عليه كويس انما فيه فرق الشخص اللي ساكن في الدور التالت وتمام قالوله مثلا جارك اللي فوق في الخمس تعبان فقالا ما طلع زوره ما طلع الخمس فنهج لا ده ما يتحطش في الحسبان ليه لانه مش متعود مش متعود ده مجهود زيادة على اللي متعود عليه مظبوط ميش فاحنا بالن اما الشخص بنالفت نظره الى النهجان النهجان في المجهود اللي هو كان بيعمله عادي متعود عليه اه تمام لكن هو بيعمله بقى ظهر نهجان كويس دي حاجة حاجة تانية بيعمل مجهود اقل من المعتاد وظهر النهجان تمام ده معانا كويس وهو قاعد فيه نهجان هو قاعد اه فيه يبقى شوف احنا فسرنا النهجان عن النهجان بتاع كل مصر ازاي اه تمام فيه بعد كده حاجة ليه علاقة بالنهجان ولكن ليه اسم تاني انقطاع التنفس اثناء النوم اه دي من اشهر على فكرة دي انا كده عندنا حاجتين من اشهر الحاجات النهجان وانا بقول دايما الناس كتيرا بتنهج يمكن عشان ميزولوش مجهود وعرفنا بعض الاسباب التنفس بقى واحد بنائم يقول لك انا بحس وانا بنائم نفسي رحم رحم اه وتلاقيه هو بيوصف واحنا بناخد منه التاريخ المرضي يقول لك ام ما فيش نفس ونفس محطور محسسي من هموت اه وشغلت المروحة او فتحت الشباك ما فيش نفس اه عشان يقول كده عشان يلقف نفس خلينا نفسر للناس حتة كده هنا عشان برضو نعلل وعي عندهم بالنحية العلمية بكل اللي احنا بنقوله في علاقة وطيضة ما بين حكتين ما بين القلب وما بين الرئة هم القلب بيجيله من الجسم الدم الغير مؤكسد هم يوديه للرئة فالرئة تملأ اكسوجين ويبقى دم مؤكسد وتنزله للقلب والقلب يضخ للجسم يطلع الدم المؤكسد لكل خلايا الجسم تاخد الاكسوجين منه ويرجع من الخلايا دم غير مؤكسد عالقلب تاني عالرئة من الرئة تأكسد ينزل القلب تاني دايرة اه سايكل بيحصل جوه الجسم عندنا بين الرئة والقلب اه حتى يعني القلب موقعه في وسط الرئتين الرئتين حضنى القلب كوضع تشريحي لان هما الاتنين دايرة شبه مغلقة واحدة طيب لو الرئة اتمال الدم نتيجة ان القلب مش قادر ياخد منها الدم يبقى الرئة هنا هون بيحصل فيها مشكلة تخلي الشخص يصحى من النوم قطع النفس اه حصل مشكلة مثلا في الصمامات او ضعفة عضلة القلب فمش قادرة تستقبل الدم اللي نازل من الرئة تخزينه تركي فالرئة بقى تتملي دم تتملي دم يحصل فيها ما يسمى بالاحتقان الرئوي الحويصلات الهوائية دي تتملي دم خلايا الرئة تتملي دم الشخص وهو نايم بيبقى نايم في مستوى في لات غير وهو واقف فالدم يرتجع ركنته في الرئة تبقى اكتر مش نازل لان ما فيش عامل الجاذبية هو واقف او قاعد فتلاقيه اول رد فعل من الجسم تلاقيه يقوم يقعد على السرير ويقف هم بيحكوا كده بالضبط فمع الحركة دي يبتدي نوعا ما الدم ينزل مجرد ما يتحرك ويشرب شوية مية تبدأ الموضوع يعود مرة اخرى وترجع يعيد بعد اسبوع وبعد يوم وبعد اثنين نفس المشكلة تاني ويقول انا ايه السبب وتلاقيه عشان يتفادل الحكاية دي وهو برضو المخ الزكي حتى لو الشخص وعي قليل حتى لو غابي لا وعي قليل يعني حتى لو مش واخد باله انه دي مشكلة وان المشكلة دي ممكن تودي بحياته في وقت من الاوقات الجسم اسكى او العقل اسكى فبيديله حاجات دفاعية صح كده؟ صح لان في اللحظة اللي احنا قلنا عليها دي انقطاع النفس اثناء النوم بيقل الاكسوجين اللي رايح للمخ فيبعت عن طريق المستقبلات اللي بتقيس الاكسوجين فكل الخلايا يدي اشارة تنبيه بالاستيقاظ نتيجة انقطاع النفس بيقول له قوم لو سمحت اقعد او اقف عشان الدم ينزل من الرئة للقلب والقلب يعرف يضخ ويجي للأكسوجين شوف نومة التواصل ازاي ماشي وهو نايم في ملكوت الشخص نايم في ملكوت بس الجسم فيه مستقبلات بتقيس كل حاجة امتى الاكسوجين نقص لا اعمل ايه الشخص ده لازم يصحى حالا فمن اشهر العلامات انقطاع النفس اثناء النوم والنهجان دول اتكلمنا عليهم دول اكتر سببين بيواجه الكتير من الناس بقى الاسباب احنا قلنا فيه اسباب كتيرة اوي او مؤشرات كتيرة اشهرها النهجان وانقطاع التنفس او النفس اثناء النوم ساعات يظهر طفح جلدي اما في الادين او حوالين المفاصل الطفح ده بيبقى لونه عادة مقل الاصفر او البرتقالي الطفح ده الشخص اساسا بيأكل كوليستيرول كتير ودهون ثلاثية كتير ومش بيحلل دهونه فالجسم عايز يديله جرس انظار فتظهر يظهر الطفح الجلد ده الطفح الجلد ده نتيجة الزيادة الاوبر بقى جدا في الكوليستيرول وفي الدهون الثلاثية فلو الشخص ظهر على اديه او حوالين مفاصل اي مفصل في جسمه طفح لونه من الاصفر للبرتقالي لو سمحت لازم تحلل دهون وكوليستيرول والتروح للطبيب المختص كويس من الاشارات والدلالات المبكرة اللي بيبعتها القلب للجسم تحت الضوافر هنا ساعات تظهر بقى لونها داكن بتعرف لما حد يتخبط في باب او حاجة يتخبط او حاجة ازنقه ايوه كويس باب يقفل على اصباح بتظهر الحاجات دي بس من غير ما هو يتخبط اه من غير ما هو يتخبط نفيش عوامل قدت الى زور الحاجات دي وفجأة لقاها ظهرت سواء بالليل او بالنهار او في اي وقت اه كويس دي بقى بتشير ان في عدوة حصلت يا اما في صمامات القلب او في عدوة عدوة وهنقول العدوة دي جات منين دلوقتي اه يا اما في صمامات القلب او في عضلة القلب طب ايه اللي يجيب العدوة للقلب الاسنان لو مش نظيفة اللسة لو مش نظيفة وفيها بكتيريا كتير قبل ما نتكلم بقى عن طرق العدوة اللي ممكن تصيب القلب خلينا اخصوات تلفونية امو مكة اهلا بيكي السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته اتفضلي بعد ايه لا كيف دكتور كنت عاجلت عن حضر حضر الدكتور معاك اتفضلي اه بص يا دكتور انا لما بزعله ولما بتعصب بحس انه ما كيش هو حوالي خالص ونفس بالجاية خالص دي دايما كل ما بزعله يعني مضيش مرة مثلا يعني ازعل فيها لما بيخصر معايا كده زي ما يكون جالبي جويتي وزعني ونفسي يتعبني خالص بدرجة ان انا ما بقدرش انه لازم ان افض اه جالسة نفس عشان اقدر ان اعصب طب عندك سكر او ضغط او اي امراض تانية لا لا سنك كم سنة يا امو مكة عندي ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين سنة تمام كان بيجيلك اللوز كان بيجيلك اللوز وانتو صغيرها على طول على طول درجة اه يعني وصلت تطر ان انا راح اعملها فالدكتور جال لي حجمها اجل من متين يعني ان هي خلاص اتهرج من كتر ما هيبتنزل لكون في المنصة مش بتعمليها اه اتهرج صغير اه زي ما كنت نزل صغيرها على جال انا عاشا كده مم تمام اه وحد ثاني عندي انتحاداتكم بتقولوا الامراض اللشة وكده ممكن ته دي امراض بتسبب ان يبدا فيه مرض في الجن اه عندي حضرتك اه اللي هو العجل اللي فيه خلص ده مخشور يعني اعتبر حاجة بسيطة منه اللي باج يعني اماما مثلا ما باش محمايا ولا اي حاجة بيتمجعني لك فالدرجة ان انا هي بعتبه بعيدة اخبط في الحكمة من كتر ما هي الماني ماشي يا ام مكة بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك رسالتك وصلت و الدكتور حسام هيرد عليك اسمعينا بقى من التلفزيون دكتور حسام ام مكة عدا 23 سنة الزعر والعصبية بيخله نفسها يروح سألت وسأل لي دكتور حسام انا بالنسبة لي اكاد يكون غريب علاقة اللوز بمشكلة في القلب اول حاجة اول حاجة هي سنها صغير فاحنا بنقسم الكاتيجوريز بتاعة امراض القلب طبقا للسن يعني السن الصغير بناميل ان احنا نقسمه تابع العيوب الخلقية السن من عشرين لخمسة وتلاتين بنقسمه تابع حاجة اسمها الحمر الروماتزمية الحمر الروماتزمية بتصيب القلب نتيجة الالتهاب اللي بيحصل في الحل عادة اه لذلك انا سألتها السؤال ده هل بيجيلك التهاب في اللوز فهي قالت انه كان بيجي لها كتير اه درجة ان كان فيه مشكلة في العملية والصدود بينزل وكده اه فممكن يكون نتيجة الالتهاب في اللوز اللي كان بيجي لها كتير ما تشخصتش انها حمر روماتزمية ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اللي في السن الوسط اللي هما بين عشرين لخمسة وثلاثين لازم نستبعد في الاول موضوع الحمى الروماتيزمية فالسيدة الفاضلة دي اول حاجة هتعمل موجات فوق الصوتية على القلب اللي هي الايكو عشان تشوف موضوع الصمامات هل في حاجة ولا ما فيش حاجة وتعمل تحليل نشاط روماتيزمي وسرعة ترسيب عشان نشوف هل الميكروب ده لسه ليه نشاط جوه جسمها ولا نشاطه وقف ولا ما فيش نشاط ده بالنسبة للنهجان وطبعا كلنا عارفين الحالة هي نفسها بيروح منها الحالة النفسية بتخلي المرض يسوق ينشط يسوق يعني الاعراض تزيد يعني ممكن يكون هي عندها اعراض مثلا وممكن ما يكونش عندها بس احنا عشان نتأكد بالفحوصات لكن انا بكلم حضرتك على العموم لو في شخص عنده اعراض معينة نتيجة حاجة في الصمامات ممكن تعمل نهجان مع الزعل والحالة النفسية الموضوع يسوق اكتر لان الحالة النفسية بتطلع لفوق العرض مرتبطة جدا بالقلب يقول لك حاجة كسرت قلبي من الزعل او من الحزن او من الزعل طيب خلينا نرجع دكتور حسام لا بس معلش بعد اذنك موضوع درساها ده ده موضوع مهم جدا وده انا قلت هيرجع له بقى عشان المربط دي فكرة درساها كنا بنقول قبل ما تتصل انه ممكن المشكلات اللي في الحل بشكل في الاسنان او تسوس او بشكل في الحلق او ريحة او ما لذلك ممكن تكون لها علاقة بعضوى القلب ازاي ازاي بقى كل المشكلات بتاعة الاسنان واللسا والحاجات دي كلها بتأثر على القلب نتيجة انه سهل المكان المكان الفم من اكتر الاماكن في الجسم اللي مليانة ميكروبات ده حاجة في الطبيعي ما بالك لو الشخص اساسا عنده مشكلة زيادة عنه الطبيعي يعني درسي مسوس ما بيغسلش اسنانه لثة ملتهبة فالموضوع ازداد سوء يعني فكرة الناس اللي مش متمة باسنانها ممكن يبقى عرضة كارسة للاصابة بمشكلات في القلب كارسة مش اي مشكلة هدي معانومة مليون مني النهارة فكرة فكرة انه الناس تهتم باسنانها عشان تحافظ على قلبها دي فكرة مهمة جدا ناخد اتصال تليفوني اهلا بيك ايوز اهلا بيك ممكن اكلم الدكتور الدكتور مع حضرتك اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا بقى اي فترة كده مش عارفة بحس قلبي مش مضبوط خصوصا لو عملت اي مخلوط حتى لو بسي اتطلعت السلم اتطلعت السلم اشترت حتى بني صغير فبقى لي فترة بقى مش عارفة بحس في المغازات كتيرة كده يعني المتوصلة كده ورا بعض لحد نفت مازيق خاص ما تروحش الايزا نمس على ظهري او قعد عندك كم سنة؟ يعني انا عنده اربع وعشرين سنة اربع وعشرين سنة طيب اه ساعات بتحس بلغبطة في ضربات قلبك سواء مثلا تحس ان الضربات قلبك سريعة او زيادة او على طول بس اعبقى وحس كده ان انا مش عارف سيئة او الصحنك وما بقاش فهنا انا جرالي ايه للصب اخصوصا طلع السلم او نزوله والله حتى لو طلعته اربع سلال بحس ان انا كاين عنده ستين سنة مش قادر اطلع السلم اصلا وخصوصا النغازات دي يعني بتبقى منصقة في ظهري من وره فبقى انا خايفة طباحة الموضوع عن النغازات اللي في قلب دي مش عارفة دي ان النغازات دي بتبقى عبارة عن شكشكة ولا قلم اه لا لا يعني هي شكشكة تبقى بجنبه شوية كده يعني وبالواعدة بتنفس بيروخ منه طبعا انت عنديك وزن زيادة او حاجة لأ خالص بانا خمسة وخمسون كيلو تمام ماشي مشكورك شكرا انجزين لك تصالك يا اماك الله بتتوكر كنت عايزة اسألها يا اسود اما لو معنا حيوس الدكتور بيسألك انت بيحصل لك توتر او اي حاجة او قلق او كده انا في صراحة يعني اي حاجة في صراحة بالسعار انا في صراحة يعني اي حاجة بالسعار قلوة يعني انت شخصية قلوة اه اه صح كده صح تمام شكرا انجزين لك تصالك يا اماك الله الدكتور حسام هيرض عليك بقى شكورك شكرا انجزين دكتور حسام هي قالت مجموعة من الاعراض بنسميها طبعا الموضوع يؤكد بالفحص اه تمام بقى اول كلمة لازم نتتفق عليها انهم حنبناها توقع بناءا على على الشكوى الشخص بيقول او اللي بيشتكي بيه الشكشكة اللي بتحس بيها في قلبها ضربات القلب السريعة ان هجان اللي بتحسه مع اي مجهود طلع اربع خمس سلمات هي شخصية متوترة هنا الاتجاه والمؤشر بيودينا ناحية ما يسمى متلازمة ارتخاء الصمام المترالي من اكتر الاصابات او اكتر الشيوع عند السيدات او النساء 40% بس عشان ما نخوفهاش وما نخوفش الناس ايه بس ارتجاع الصمام المترالي او ارتخاء الصمام المترالي عشان بس الناس ما تقلقش بالضبط هي هي طيب بيبقى عبار عن ايه الصمام المترالي ده اساسا جوه القلب فيه ما يشبه طبعا مش بالضبط زي ما اشرح انما فيه ما يشبه ضرفتين كده بيقفلوا بالضبط زي ادية اه تمام ارتخاء الصمام المترالي بيلاقي فيه ضرفة منهم بيحصل فيها ارتخاء لفوق كده فتيجي تقفل كده فما بطولش التانية اوي فيحصل صنة ارتجاع بسيط بسيطة جدا لا تذكر ايوه لا تذكر ايوه طب ايه علاجها بقى ويكون معاها سموها متلازمة لان هي مجموعة من الاعراض مع حتة الارتخاء في الصمام دي معاها زيادة في نشاط العصب السم بساوي العصب السم بساوي الخاص بالاكتيفيت الجامدة للشخص ولما يزيد تلاقي الشخص متوتر وقلوق عشان كده انا سألتها انت متوترة قلوقة طلع عندها التوتر والقلق زيادة شوي اه اه ده الاعراض وده الوصف الحالة المرضية التشخيص بتاعها اساسا بيكون بالموجات فوق الصوتية يعني انا اعمل موجات فوق الصوتية اللي هي الايكو بيبلي جدا وانا بصور ان الصمام عامل كده كويس وغالبا نسبة الارتجاع وانا بقسها وانا بعمل الايكو بتبقى ضائلة جدا جدا لا تؤثر مرضية كويس تمشي على العلاج وديني تبقى كويس العلاج ده اخر حاجة اه قبل ما نروح للعلاج ونعرف ايه علاج تجاع السمام متراري خلانا اخد صوت تلفون يا امو ابراهيم اهلا بيك يا امو ابراهيم السلام عليكم عليكم السلام اهلا بيك دكتور حسام معاك تفضل يا دكتور اهلا وساهلا الله يخليك ربنا يكرمك الله يخليك الدكتور معاك تفضل لا دكتور حاسن فيه انتفاق في المطن كده وحاسن ان هي طوالة كبيرة كده حاسس بايه؟ انتفاق طوالة في المعدة في البطن في البطن ولا في الرقبة؟ لا في البطن في البطن في البطن في البطن في أي آلام بتيجي في صدرك؟ لا لا ما فيش أي حاجة هو انتفاق بس في البطن طيب هو حلقة ناضح نتكلم عن مؤشرات ايه؟ يعني اتكلم عن مؤشرات او مشكلات مرضى او مشكلات اللي ممكن تصيب القلب؟ لا في عندك ايه استبصار يخص القلب ولا لا؟ لا لا فيش حاجة مشكورك شكرا جزيلا لاتصالك واحاول الدكتور حسام او عنده انتفاقات ممكن تبقى زيادة في البطن يمناش علاقة قوي بموضوع الحلقة بس لو تقدر تجاوبي ده بسيطة جدا الانتفاقات دي بتبقى نتيجة القولون العصبي او الاكل اللي مصصحي او ان وجبات الطعام بتبقى مش بناسبة لتنظيم الجهاز الهضمي يعني حد يأكل بالله اه يعني حيوة للجهاز الهضمي اه حلاع بسيط بيكون في تنظيم الاكل وفي تقليل الوجبات وان انا بعد الساعة مثلا ستة المغرب ماكلش اي حاجات دسمة ولو جعت اكل حاجات فواكه خضروات حاجات بسيطة عشان ما بتعملش مشكلة اه ممكن بقى ياخد اي قراص كده بتقلل الانتفاق ده ارتجاع الصمام المتراري ايه العلاج العلاج متلازمة ارتخاء الصمام المتراري اتفقنا ان هي ما بنشخص لا تشخص ابدا كحالة مرضية لان الناس اما بتسمع حاجة زي كده بتتوهم اكتر واحنا قلنا ان هما شخصية ايه الوءة الوءة فانت تقول له كده القلق عده بيزيد هيزيد اكتر مشكلة انا قلت نوضح الحتة ايوة فاول حاجة احنا بنوضعها ده مش حالة مرضية اطلاقا ولكن لازم يتعامل معها بحرص اول حاجة الشخص ده اتفقنا انه الوء ومتوتر يبقى على قدر الامكان واكرر على قدر الامكان ان احنا نبعد على الحاجات اللي ممكن تدايقنا او تزعلنا لو شخص انا بقعد معه بيجيب لي توطر او اكتئاب بلاش منه مكان بروح وبدايق فبلاش منه فدي اول حاجة تاني حاجة الرياضة لازم تكون حاجة اساسية عند الناس دوري لان الرياضة بتقلل نشاط الجهاز العصب السنبساوي فبتديني تحسن رائع في الحالة في الحالة المزاجية وفي الحالة الصحية ليه الحالة المزاجية لان الناس دول لما بيشعروا بالطمأنينة الاعراض اللي هما بيشتكوا منها اللي هي سرعة ضربات القلب او النهجان تقريبا بتروح تقريبا فهي بطمأنينة لذلك انا دايما بقول مع الناس اللي هما اصحاب متلازمة ارتخاء الصمام المترالي الطمأنينة شافية لو كلمة واحدة اللخص بيها الحالة دي الطمأنينة شافية كويس ان هما لازم يعملوا موجات صوتية كل سنة عشان نطمن بس مجرد اطمأنان نسبة الاتجاع مش بتزيد ولو اضطرينا في الاخر خالص بعد الحلول الحلول دي تكفي لكن في ناس ممكن ما تقدرش تعملها نتيجة عدم التزام مش نتيجة عدم قدرة عدم التزام لو الشخص معرفش يلتزم بالحاجات لان حاجات بسيطة لكن مش عارف يلتزم ساعتا بكتب له على ادوية بسيطة يقيمة مهدئة يقيمة ادوية بتقلل سرعة ضربات القلب اللي بيحس بيها كويس نرجع تاني للمؤشرات اتكلمنا عن ثلاثة اربع مؤشرات كده لازم نكمل ايه المؤشرات اللي لما تيجي للشخص يقول ان ده جارس بيقول لي انت عندك مشكلة ممكن يبقى عندك مشكلة في القلب ضربات القلب وما ادراك مع ضربات القلب ضربات القلب لازم الشخص ينتبه ليها جدا 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 لان هي دي اللي بتخبط عليه كل يوم في الدقيقة ستين لسبعين مرة كويس ساعات يحصل اختلال في ضربات القلب تزيد اوي او تقل خالص بس تزيد زيادة مرضية يعني ايه زيادة مرضية الشخص لو بيجري او بيطلع بس قبل ما نكمل ضربات القلب ناخد صوت تليفون السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته تفضل يا دكتور عندي المدام ممكن تبقى نايمة كده وتدخنق وفجأة كده تقوم مخدودة جامد كده من النوم وتروح خرجة من القوضة مثلا وتروح قاعدة برة مثلا قدام الروحة او حاجة وتبقى عايزة اهوة جامد ويبقى دايما عندها حاجة زي شكة كده في دراعة اليمين شكشكة جامدة كده في دراعة اليمين من عند الكتفة كده من هنا طيب زي الفهاء كده لما هي بتصحى كده من النوم الصحيات ده بيكون في اول الليل ولا في اخر الليل سوز محمد استأذنك بس تقصدوا تليفزيون وتسمعني المتليفون رجاءا لا يا فندم انا بدأ التلفزيون انا في قوضة والتلفزيون في قوضة يا فندم وفي صوت بس انا سامعه لا والله التلفزيون في قوضة وانا في قوضة تمام الدكتور حسين بيسألك بيقولك ده بيكون في اول الليل ولا في نص ولا في اخره احيانا مش اوقات معينة يا فندم بتبقى احيانا في نص الليل احيانا في اول الليل احيانا بعد ما تنام بساعة يعني مش ملوش اوقات معينة طيب هي كان بتشتكي في اي فترة من فترات حياتها بحساسية عالصدر؟ لا 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 اطلاقا اطلاقا مخالص عندها كم سنة؟ عندها خمسة واردعين عندها سكر او ضغط او اي امراض مزمنة؟ لا ممكن ضغطة يا فندم بيوتها احيانا كده بس مش بتشتكي منه على طول يعني كان قبل كده عمل كشفت على الضغط بس هي وعندها احيانا حساسية في الحلق كده بس لكن صدرها لا تمام بس فترة دكتور حسام؟ لا شكرا سيد محمد بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك الدكتور حسامة يرد على حضرتك فضل دكتور حسام الشخص اللي بيصحى مخنوق من النوم ده حاجة من اتنين اما حاجة لها علاقة بالجهاز التنفسي او حاجة لها علاقة بالقلب عشان كده انا سألته عن الحساسية بس طبعا عندنا الجهاز التنفسي بيه له عندها حساسية او عندها مشاكل في الحلق بس مفيش مشاكل في السدر يعني فهي طالما مفيش عندها تاريخ مرضي لحساسية خاصة بالتنفس او ضيق التنفس يبقى دي غالبا لازم نعمل فحوصات على القلب وهو هيعمل حاجة واحدة بس عشان ما يلفش كتير هيروح يعمل موجات صوتية على القلب فقط بس من خلال الموجات دي نقدر نحدد لان المشكلة بتبقى غالبا في السيدة دي عشان تسنناها 45 سنة فغالبا المشكلة ممكن تكون في الصمامات فبنشوف بس منتطمن هل في مشاكل في القلب ولا لا خاصة في الصمامات لو الدنيا كويسة تمام مش كويسة او في مشكلة بنبدأ نشوف ايه هي اسباب المشكلة طيب خلان كامل دكتور حسيم احنا بنتكلم عن زيارة ضربات القلب وليه من اشهر الاعراض اللي ممكن الناس تشعر بيها ومن اشهر المؤشرات اللي بتقول ان الشخص ده ممكن يكون عنده مشكلة في القلب الشخص لازم يحس يقم ضربات قلبه زيادة من غير ما يكون يعمل مجهودي ان لو طلع سلم او بيجري طبيعي ضربات القلب هتزيد انما لازم هو مش بيعمل مجهود يحس ان ضربات قلبه زادت او ساعات يحس ان هي نقصت او ساعات يحس ان هي متلغبطة يعني ضربتين وضربة تسقط او ضربتين وضربة زيادة او سريعة لكن مش منتظمة هو بيحس ان هو في حاجة مش طبيعية مشكلة ضربات القلب والخلل في ضربات القلب بكل علاقة بخلل في كهرباء القلب لان القلب في ضفيرة كهربائية هي اللي بتوصل الاشارة لكل حتة في القلب اشان القلب ينقبض فلو حصل اختلال في النب والشخص يحس به لازم يتوجه للطبيب المختص فورا واول حاجة بنعملها ياما الرسم القلب اللي هو بيتعمل في العيادة اللحظي اللحظيا ياما الهولتر اللي بيقس رسم القلب وضربات القلب لمدة 24 او 48 ساعة فده موضوع الخلل في ضربات القلب فيه اعراض تانية شهيرة جدا فيه وهي الام الام الصدر لا قبل الام الصدر نقول دي ونخدش على الام الصدر التورم لو حصل وراء بالذات في القدمين التورم في القدمين له علاقة بالقلب ومؤشر لوجود مشكلة في القلب هو ليه علاقة بالقلب والكبد والكلة طيب من احنا هنبتكلم على القلب اللازم نقول مشاكل التورم في القدمين نخش بعد كده على اشهر حاجة من دلالات الاصابة بامراض القلب انا بس مش عاقز اجري من الحتة دي واحد عنده تورم في رجله اعلقتها بالقلب او بتشير الى ايه تمام بتشير الى ايه لو ضخ الدم للقلب من القلب للجسم قل الدورة مش مزبوطة مش مزبوطة فبالتالي الاستقبال اللي راجع للقلب بيقل كويس وده طبيعي مش بيضخ كويس مش بيطلع كمية مش قادر مش قادر يشتغل ضعف فمش قادر يطلع كمية دم كتيرة فبالتالي اللي بيخش اه رايح جاي اه رايح جاي وانت حصل فيه اوبستركشن او تجمع في مكان معين اه طيب دلوقتي الرجلين دي مش فيها دم وتسعين في المية منه مية فالدم بيركم تحت فيعمل تورم فبالتالي يطلع الماء من جدار الاوعية الدموية في الرجلين فيعمل التورم لان السكة مقفولة فوق كويس فبيركن تحت يركن تحت فما يركن كتير في الاوردة بالذات يبتدي المية تطلع اه فتعمل التورم او شكل التورم اللي احنا بيشوف ايوه الام الصدر تكلم عنها كده لانها من اشهر الاعراض احد يقولك انا حاس ان صدري بيوجع ايوه فعلا من اغلب الناس في العيادة الشكوى بتاعتهم او الام الصدر انا بسميها جرس الانذار السريع اللي الناس بتستجيب له بسرعة اه سبحانه الله اول ما يجيله الام في صدره يطير على الدكتور اه حسب سككين كده في صدره ايوه لكن الالام بتاعت الصدر هي عرض وليس مرض عرض وليس مرض هي عرض لمرض خافي جوه ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان المرض الخافي اللي جوه الانسان مش عارف يشوفه ولا يعرف يشخصه او ياخد باله منه فبيظهر العرض بره بصورة الم للتنبيه عشان الشخص يلحق نفسه كويس فانا باعتبر الالم نعمة ومنحة ربانية لانه جرس انذار وبدون الالم مفيش اشارات وبدون عدم موجود الاشارات لا يشعر ولم يشعر الانسان بوجود مشكلة خالص لو لا قدر الله حد عنده التهاب في الزايدة الدودية ومحسش بالالم الشديد في بطنه ما يمشيك هتنفجر وهيموت وهو ولا هنا فكذلك الام الصدر من اكثر الانذارات اللي هي بتخلي الشخص على طول يقض اكشن ويتحرك بس مش كل الام الصدر نتجه عن القلب وده اللي بيلغبط فيه ناس كتير قوي يعني مجرد ما يحس بقلم في صدره يقولك قلب خلاص واجعني وده برضه نرجع لأول حاجة تكلمنا عليها من قلة الوعي واحنا دورتما هنا ان احنا بنزود الوعي عند الناس فهنتطر نتكلم في الأول عن الام الصدر قد تنتج عن امراض غير القلب كويس زي التهاب جدار المعدة القرحة في المعدة او الاسناعشر الحصوات المرارية التهاب القولون كل دي حاجات تعمل ألام في الصدر كويس التهاب الغشاء البلوري الغشاء البلوري اللي هو الغشاء المحيط بالرئتين الالتهاب الرئوي في الرئة نفسها وجود خراج في الرئة كل ده يعمل ألام في الصدر في بعض الأنواع من العدوى الجلدية قبل ما بتظهر بتعمل ألم شديد في الصدر فدي كلها حاجات طيب مين يحدد اذا كان الألم ده حاجة ناتجة عن القلب ولا حاجات تانية داخل الجسم غير القلب الطبيب المحتص بناء على ايه بناء على ايه اول حاجة الطبيب بيعمل تحليل للقلم اللي في الصدر بيسأل عن مكانه ايه اللي بيظهره ايه اللي بيخليه روح بيسمع فين بيقعد قد ايه كمان فناخد نفسص الحاجات دي الفصصة سريعة عشان وقت الحلقة اربع دقايق قوي تنتهي فنحاول نفسص اسرع ما يمكن خلاص اولا الم الصدر الناتج عن القلب وهو الم الزفحة الصدرية غالبا بيكون فيه منتصف الصدر وبيسمع فيه الناحية الشمال او الدراع الشمال او في الرأبة او في الفك وبييجي مع المجهود لما الشخص يعمل مجهود الشخص ريح بيروح الالم الشخص خد حباية تحت اللسان اللي بتوسع الشرايين بيروح الالم مدة القلم من دقيقتين لتلت ساعة ما تزيتش عن كده وهنا القلم ده بيكون ناتج عن وجود ضيق فيه احد الشرايين التاجية ضيق كامل او ضيق جزئي طيب ازايش بيتشخص لما بيروح للطبيب اول حاجة رسم القلب ساعة ما يتشخص برسم القلب بيحصل بعمل رسم قلبي بالمجهود بعمل موجات صوتية موجات صوتية عادية او موجات صوتية بالمجهود الدوائي الحاجات دي بتديني مؤشرات اولية لا خلي بالك هنا في مشكلة في احد الشرايين التاجية طيب انا اخذ الخطوة اللي بعد كده طالما عندي مؤشرات اولية ان في دي في احد الشرايين التاجية بعمل اصطرة تشخيصية الاسطرة التشخيصية عبارة عن انبوبة رفيعة قطرها اتنين مليمتر بيتخش يا اما من الفغد يا اما من اليد لحد ما توصل للقلب وبنحقن فيها صبغة بتمشي جوه الشرايين التاجية وبصور بالكاميرا الشرايين التاجية اشانعرف الديق فين صورت الديق وعرفت كل حاجة نيجي بعد مرحلة العلاج مرحلة العلاج فيه تلات حاجات ايوه اما العلاج الدوائي قدوية وبس اما بنركب دعمات اما عملية زرع قلب زرع قلب ولا جراحات القلب المفتوعة زرع الشرايين تاجية زرع الشرايين تاجية اه عشان بس اه فكرة زرع قلب دي اه بتقول لي يلا اه تمام وقت الحلقة بس يا تروح حسام تروح حسام قبل ما نختم حلقتنا قل لي ايه النصيحة اللي تحب توجهها للسانة مشاهدين واحنا كنا منتكلم النهاردة عن مؤشرات اولية ممكن تقول ان الشخص ده قد يصاب بي مشكلة في القلبه او ممكن يكون مصاب بي مشكلة في القلب لازم الشخص اول حاجة ينتبه لكل الحاجات اللي قلناها دي لو الشخص في عامل وراسي يخلي باله منه الشخص سنه عدى لخمسة واربعين سنة ومفيش اي اعراض يزور الطبيب ويعمل تشيك اوب للاطمئنان فقط مش اخصر حاجة لما اتطمن كل الاعراض اللي قلناها من النهاجان من توقف التنفس اثناء النوم من الام الصدر من تورم القدمين من لو في نزيف في اللفة لو في طفح جلدي لونه ما بين الاصفر او البرتقالي كل حاجات دي خلي اي حاجة مختلفة يبدأ اين هو يكشب بس عشان نقول بقى اسباب الوقاية لا وقت الحلقة انتهى احنا كنا عزين نصيحة في كلمة بنصح الناس في النهاية دكتور حسام انه اي عرض يظهر عليهم يحتاج ان هما يزوروا طبيب الطبيب المختص ومن فضلك من فضلك لا تتعامل مع الام الصدر او الاعراض بنفسك مطلقا ولا مع صديق ولا مع قريب فقط اذهب الى الطبيب المختص دكتور حسام الدين مصطفى استشاري جراحات القلبانة بشكرك شكرا جزيلا وجدك معايا مشاهدة كرام في كل مكان الى هنا تنتهي حلقة اليوم اتكلمنا النهاردة عن المؤشرات الاولية اللي ممكن تحصل لك فمحتاج تزور طبيب القلب انا بقول لك اي مشكلة بتحس بيها خاصة في القلب او حاجة مختلفة روح تطمن مش بس على قلبك تطمن على نفسك اكتر حاجة حزينتني النهاردة في الحلقة فكرة انه معظم الناس المتصلة كانت شباب صغيرين سنهم من العشرين للخمسة وعشرين سنة وبيشتكم المشكلة في القلب ودي كانت بالنسبة لي حاجة تقوم من المفارقات يعني دايما كنت تسمع زمان المشاكل القلب بعد الخمسة وعشرين وبعد الخمسين ولكن الان اشخاص طبيعيين شباب ظهرت المجتمع عندهم مشاكل في القلب بسبب العادات السيئة الخاطئة مشاهدة الكرام الى ان نلتقي بكم في حلقة قادمة اخرى لكم من كل التحية والتقدير انا خالد صعر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته